الرابعة صباحا الثانية بتوقيت جرينتش مجزء إخباري يأتيكم من القاهرة أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح سيسي أن الجيوشة الوطنية هي العمود الفقري الضامن لاستقرار وتماسك الدول وخلال استقباله العماد جوزيف عون قائد الجيش اللبناني أكد الرئيس سيسي حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان ومصلحته الوطنية وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن قائد الجيش اللبناني أكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات التي تربط الدولتين أكد الرئيس عبد الفتاح سيسي موقف مصر الثابت بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بذلك خلال استقباله نائب رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الاقتصادية أضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس سيسي أكد حرص مصر على مواصلة بذل مساعيها لتعزيز جهود تحقيق استمرارية لاستقرار بجنوب السودان من جانبه أشهد نائب رئيس جنوب السودان بجهود مصر لدعم استقرار الأوضاع في المنطقة أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أن عدد الذين نهبوا أموال البلاد أربعمائة وستين فردا وخلال اجتماعه مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أكد سعيد أنه لديه قائمة بأسماء الذين سطوا على الأموال المنهوبة كما أعلن أنه سيصدر نصا قانونيا ينظم إجراءات تسمح باسترجاع الأموال المنهوبة وأعلن سعيد أن البعض حاول يوم الثلاثاء اتلاف الوثائق المتعلقة بهذه الأموال كما اتهم بعض النواب بالاحتماء بالحصانة لتحقيق جذب غير مشروع أكد المتحدث باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس محسن الدالي أن القضاء قرر فتح تحقيق مع ثلاثة أحزاب بينها حزب النهضة الإخواني للاشتباه في تلقيها أموالا من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019 وأضاف الدالي أن التحقيق يشمل أيضا حزبي قلب تونس وجمعية عيش تونسية أعلنت وزارة الصحة تسجيل 38 حالة أسابة جديدة بفارس كورونا ووفاة تسع حالات إضافة إلى خروج 212 متعافية من المستشفيات وأوضحت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفارس كورونا بلغ 284128 من ضمنهم 228836 حالة تم شفاؤها و16507 حالة وفاة أظهرت بيانات حكومية بريطانية تسجيل 27734 إصابة بفارس كورونا وذلك في أول زيادة بمعدل الإصابات اليومية بعد 7 أيام متتالية من تراجع الأصابات وبحسب بيانات الصحة البريطانية تم تسجيل 91 حالة وفاة خلال 28 يوما من ثبوت الإصابة بكورونا تغادر اليوم الخميس بعثت المنتخب الوطني الأولمبي مدينة مياجيا متوجهة إلى مدينة توكيو استعدادا لمواجهة البرازيل في ربع نهائي منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية أكان منتخب مصر اقتنص بطاقة التأهل بفوزه على استراليا بهدفين دون رد في ختم منافسات المجموعة الثالثة ليرفع رصيده إلى أربع نقاط متفوقا بفارق الأهداف عن المنتخب الأرجنتيني لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت اكسترانيوز دوت تي في كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي في سبوك تويتر انستجرام ويوتيوب إلى اللقاء